حشيشة الليمون الغائبة بعد الزراعة بحوالي 10 إلى 25 يوم ويلاحظ أن خدمة الأرض الجيدة والقيام بعمليات الري والتسميد بصورة سليمة يحقق نجاح الزراعة ويساعد إلى حد كبير في زيادة انتاجية الفدان موسيقى نحن حاليا في زراعة حشيشة الليمون حشيشة الليمون دي مزروعة بقالها 3 أسابيع إعداد الأرض وتجهيزها للزراعة حالتنا الأرض حالتتين متعملتين سبناها تتهوى وقبل عملية الحالت إحنا ضيفين 20 متر مكعب سمات بلدي مقمور قديم متحلل بعد ما شمست الأرض حالتناها السكة الثالثة وأضفنا من 300 كيلو سوبر فوسفات على الأرض الشوى وعملنا عملية التخطيط بمعدل 10 خطوط في الأسابتين طبعا بالنسبة للسماد البلدي القديم المتحلل بنركز عليه مع المزرعين على أساس أنه بيكون خالي من بزور الحشيش خالي من الأمراض الفطرية وخالي من الحشرات فهذه حاجة مهمة جدا لأن إحنا زراعتنا هنا زراعة عضوية فما بستخدمش بيها أي مبيدات ولا أي أسمدة كيموية كلها أسمدة عضوية وأسمدة ومخصبات حيوية بعد ما شمست الأرض وعملنا الخطوط امنا الخطوط بمعدل 10 خطوط في الأسابتين ملينا غمرنا الأرض مية وقمنا بعملية الشتل عملية الشتل الفدان بيأخذ حوالي من إيرات لإيرات ونص شتلة قديمة من محصول السنة اللي فاتت فبتجين فبنقلع الشتلة القديمة وبنفسخ الفسائل ونزرعها على مسافة 20 سنطي 25 سنطي في وجود المية بعد كده بعد حوالي أسبوعين يعني إحنا بنطبع عليها مية بعد أسبوع حصل موت شتلات فيها حصل موت شتلات فإحنا بنعيد بنعمل عملية ترقيع للشتلات الغايبة أو الشتلات اللي هي ماتت بالحشية اللي موت الشتلة اللي احنا بنجيبها وموصفاتها إنها تكون خالية من أي إصابات حشرية أي إصابات مرضية تكون شتلة جيدة مظهر الشتلة نفسه يكون جيد عبارة عن كن في حوالي من عشرين تلاتين في سيلة بنفسخهم فلازم تكون الشتلة شتلة جيدة وممتازة قبل ما نزرعها في الأرض لإنها لو إحنا شتان شتلة فيها إصابة أمراض فطرية فهي بالتالي هتموت لو فيها حشرات هتموت وهتموت النبات وهتبقى وباء في نفس الأرض فإحنا لازم نختار الشتلة بتاعتنا بموصفات جيدة ومن حقل قديم من السنة اللي فاتت زراعة قديمة بس تكون خالية من كل الإصابات الحشرية والفطرية ده بالنسبة لموضوع زراحة الحشية الليمون طبعا إحنا في الأهمية اقتصادية بتاعتها هي بتدخل في الأدوية بتدخل في الأدوية وتدخل في مستلزمات التجميل وحتى بنستخدامها شاي فتلة مع الكباشروب وهي لها فوية كتيرة جدا والحمد لله كل الكمية بتاعتنا مطلوبة للتصدير وإحنا شغالين حاليا دلوقتي يمكن استنفازنا الكميات بتاعتنا من محصول السنة اللي فاتت في موضوع التصدير ده بالنسبة للحشية الليمون وزراعتها وطبعا الأسمة ده اللي احنا بنضيفها بتكون أسمة ده عضوية ومحصنات طربة فما منضيفش أي أسمة ده كيموية ولا بنتعامل بأي كيمويات حتى زي ظهرت عندنا إصابة حشرية فيها بنتعامل بين مبيدات الحيوية اللي هو البروتوكتو والحاجات اللي هي عبارة عن البكتيريا الممرضة للحشرات فالحمد لله احنا هنا كمنطقة منطقة 3 وملشاة سكران مميزين بزراعة حششة الليمون وبنتاج حششة الليمون والحمد لله العائد بتاعها حاليا بيغطي التكاليف وزيادة يعني الفدان في الموسم يعني ممكن يدينا 3 طن أو 4 طن حششة جافة معدل التصدير وجاهزة للتصدير والحمد لله ما ترفضلناش أي كمية برا لحد دلوقتي من إنتاجنا من حششة الليمون وهي حششة هي نبات معمر بيقعد معانا 3-4 سنين في الأرض طبعا ده بيوفر عمال علينا جزء من العمالة إن احنا ما بنحرطش حارت تاني وتكاليف زيادة تانية هي الحارتة بتكفينا 3 سنين أو 4 سنين فبكده هو يعتبر غير مكلف بالنسبة للتكاليف بتاعته بالمحاصيل الموسمية اللي هي احنا بنشرها كل 6 شهور ونخدم الأرض من جديد ونزرع من جديد ونستخدم تقود بديدة فإحنا الحمد لله هي عائد كويس جدا بتحقق عائد كويس جدا لمزارع 3 وسكران والفيوم عموما يعني الحمد لله تعتبر حشيشة الليمون من النباتات المحبة للمياه حيث يساعد الري على سرعة نمو النباتة ويزيد من محتوى من الزيت العطرية لذلك يرى الاهتمام بالري لا سيما خلال شهور الصيف الحارة نظرا لما تسببه درجات الحرارة العالية من زيادة حاجة المحصول للمياه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة